بداية كيف ترى أهمية الانتخابات التركية المقبلة خاصة أننا نتحدث عن انتخابات رئيسية وانتخابات أيضا برلمانية نعم لابد أن نقول بأن تاريخ الثامن عشر من حزيران هو تاريخ العالم جميعه يترقب هذا التاريخ وإن كان سيكون هناك ربما تبكير أو تقديم لهذا التاريخ ليصبح في الرابع عشر من شهر مايو مايس لهذا العام ولكن لم يعلن بعد ولكن نحن على مقربة من أربع شهور تقليبا لهذه الانتخابات التي تعتبر انتخابات هي حاسمة وفصلية وهي ربما نقول أن انتخابات قم أسلفت بعض الصحف البريطانية والأمريكية انتخابات على مستوى العالم مهمة هي ستغير موازين القوى هي ستفتح ما يسمى قرن تركيا الجديد المئة عام القادمة الجديدة هو قرن تركيا تركيا الدولة التي تخطط أن يكون بداية من عام 2023 انهاء الحقبة القديمة من التبعية ومن الضعف ومن الوهن والدخول إلى نادي الأقوية كدولة عظمى وهذه ليست مبالغات وإنما أهداف خططت لها تركيا قبل عشرين عاما والآن هي بصدد أن تحصد هذه الثمار ولدينا أيضا أهداف استراتيجية عام 2053 وسيكمل جيل الشباب الأهداف الاستراتيجية التي هي في عام 2053 لتصبح تلك دولة عظمى وبالتالي نعم هناك من هو يريد أن يعيق هذا التقدم ويريد أن يعيق تحقيق هذه الأهداف من خلال البروباغاندا ومن خلال الدعاية السلبية ضد الرئيس أردوغان وضد تركيا وهذا ليس جديدا وليس اليوم منذ أن استلم الرئيس أردوغان ومنذ أن قام بسداد جميع ديون تركيا إلى صندوق النقد الدولي وانتهت وأنهى الوصاية العالمية على تركيا التي هي بلبوس اقتصادي ولكنها هي عبارة عن سلب تركيا لقرارها السيادي والتحكم بجميع سياساتها الداخلية والخارجية في عام 2013 تحديدا في 21 مايو مايس من 2013 قامت تركيا بسداد آخر قصد لصندوق النقد الدولي